موسيقى موسيقى يسعد مساكم ودايماً كل الأمنيات الحلوة من الستات لمشاهد الستات على النهار وبما أننا في حلقة آخر الأسبوع يوم الأربع دايماً بنحاول أن احنا نفصل عن كل الأحداث وندور على حاجة نشوف أنها مهمة أن احنا نتكلم فيها الحياة مدرسة طول الوقت الحياة بتدينا دروس طول الوقت لازم نبقى بنتعلم وما فيش حاجة اسمها فات الأوان وفات الوقت فات الوقت وفات الأوان ثقافة المفروض أن احنا نتخلى عنها كل حاجة ينفع نلحق نتعلمها طالما لسه فينا روح ولسه فينا شغف ولسه فينا إرادة في حاجات بنتعلمها بعد مواجهة تحديات كبيرة يعني بتبقى دروس بتعلم أو دروس احنا خرجنا منها بصعوبة أول حاجة لازم نعرف أهميتها فكرة الوقت الوقت ما بيرجعش الوقت عكس الفلوس الفلوس بتروحوا تيجي بتخلصوا تبدي وتتعود كل حاجة تتعود إلا الوقت ما بيتعودش كتير مننا بيقضي أيامه مركز في الشغل وفي مشغولياته وفي أهداف وبينسى الحياة الشخصية وبينسى الناس اللي بيحبهم اللي هو على المفروض يقضي معاهم أكتر وقت قيمة الوقت بتخلي حياتنا فيها إشباع أكتر بتخليها مليانة تفاصيل كتيرة جدا فما تخليش الوقت يسرقك وما تخليش حاجات تضيع عليك وتأجل وتقول لسه بدري بكرة لا كل دي حاجات في غير صالح الإنسان الصحة الصحة كتير بيعتبر الصحة أمر مفروغ منها وكتير بيرهنوا عليه أي حاجة تخونك سهل جدا أن أنت تتعافى منها إلا الصحة الصحة لما بتخون خلصت فما تخلوش صحتكم تخونكم ما تاخدوهاش إنها حاجة مضمونة احترموا أي ألم أي جرس انزار ولازم علشان صحتنا تبقى بعافية لازم يبقى فيه رياضة ماشي رياضة بسيطة ماشي كل يوم إن شاء الله في البيت أنا بعمشي في البيت النظام غذائي صحي مش فكرة الدايت مش دايت عشان أخص عشان أروح مناسبة عشان ألبس الفستان لا ده أسلوب حياة علشان هو ده الصح نعمل فحصاتنا الطبية كل فترة لأن فيه فحصات دورية لازم نعرفها لازم صحتنا تبقى أولى أولوياتنا في الدنيا لو صحتنا كويسة عقلنا هيبقى كويس هنفكر كويس أي حاجة هتعدي بينا طول ما صحتنا معينا فكل حاجة هتعدي فيه حاجة اسمها هندسة الحياة يعني إيه هندسة الحياة؟ يعني فيه حاجة اسمها ما عرفش أو ما عرفتش أصل ظروفي أصل حظي أصل 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 لا فيه حاجة اسمها إن أنا أقدر أغير أي حاجة أنا عايزها وأقدر هندس أموري للأحسن حتى لو ظروفي صعبة جدا بلاش نخلي الحظ شماعة نعلق عليها مشاكلنا كل واحد يقدر ياخد خيارات مختلفة في حياته بدليل أو بدل ما بيعيش في سلبية فيخليها إيجابية فيش حاجة اسمها إننا ما تعوز طول الوقت أو ربنا عايز كده لا ربنا عايزنا نسعى كل ما هنسعى هو هيسعى معنا معنا السعي هو هندسة الحياة لسه نقدر نهندس ونزبط حياتنا مهما مر من العمر وما نرميش كل حاجة على الظروف التعليم المستمر فيه مثل صعب جدا جدا ولازم يتشفر زي ما فيه حاجات كتير في ثقافاتنا المفروض تتشفر اللي هو بعد ما شاب وادوك كتاب لا ده لازم يتمسف نصف من القاموس طول الوقت إحنا بنتعلم ما فيش حاجة كبيرة على التعليم لآخر نفس إحنا بنتعلم بنتعلم حاجات ممكن تكون بسيطة بنتعلم حاجات ممكن تكون كبيرة تعليم المدارس ده بداية الرحلة ما بتخلص ولا عند الجامعة ما بتخلص طول ما فيه نروح لازم نفضل نتعلم كل حد في مجاله وده اللي بيخلي الزهن حاضر طول الوقت ومتجدد ومتطور ومواكب العالم اللي حوالينا تخيله دلوقتي لو موظف شركة مش عايز يتعلم يتعلم ازاي يتعامل مع عدوات الزكاء الاصطناعي وموظفين جن بعده وعاديين يسبقوهم ما هو حيفضل محلك سر وهيفضل يلعن الظروف انت لسبب المشكلة مش الظروف اللي صنعت مشكلة لازم ما فكرش في الفكر بتاع الزمان اصل احترام الاقدمية ما فيهش مكان الا للي عايز يطور ادواته للي بيتعلم ما فيهش مكان للي رافض يتعلم للي شايف نفسه كبير على التعليم وانه خلاص فات الوقت وفيش حاجة اسمها فات الوقت ما نعيش بفكرة اصل الوقت فات وعدة واصل كبيرنا لا طول الوقت طول ما فيه ربنا بدينا فرصة للحياة طول ما بدينا فرصة للتعلم وللتجربة حاجة تانية او اخر حاجة مهمة لازم تبقى بزهننا ان الفشل هو حجر الاساس للنجاح فيه ناس بتخاف تخاطر تخاف تغامر تخاف تفشل مع ان الفشل بيكون هو بداية النجاح لازم نجرب نفشل مرة واكتر وكتير لحد ما ننجح ان شاء الله في المرة العشرة ان شاء الله في المرة العشرين بس تكون جربت مش هوصل وابقى مثلا رجل اعمال الا ما تكون جربته وفشلته وقمته وتعصرته ونجحته وفقته كل الحاجات دي فما تخافش ان انت تجرب وما تفضلش واقف في مكانك لازم تلحق نفسك قبل فوات الاوان حلقتنا مميزة جدا واميز واميز واخلى ما فيها دايما حضوركم معينا هنطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا التالي المطربة صابرين النجيلي في ديافة الستات بصوت رخيم واداء هادئ اصرت قلوب الجمهورة وتصدرت باغانيها ترندات منصات التواصل لتصنع بموهبتها مكانا بين النجوم انها المطربة صابرين النجيلي بدأت صابرين مسيرتها الفنية بعدما انهت دراستها وانطلقت من قصور الثقافة كتبت ولحلت لنفسها عددا من الاغاني من بينها هديب سرتي ومن الاخر وملناش نصيبة وتصدرت اغنيتها انت مين ترند التيك توك لتحقق نجاحا كبيرا وينتظر محبيها سماعها في اغنيات جديدة وزي ما شفنا في التقرير الحقيقة انا ازعم ان انا زوئي قديم يعني انا انا بحب الغنى 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 اللي هو الغنى لكن نادرا ما افعند حد من اللي بيعمل اغاني جديدة لكن انا لقيت اغنية اسماها انت مين ثلاثة دي نفسها اللي بتغني طب هي ايه فا المهم وصلت الى ان في عندنا موهبة رائعة جدا وغالبا هي ما كانتش عارفة في الاول ان هي موهبة كبيرة واكيد حاولت تجرب وطلعت انها طلعت في برامج وا 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 لكن هي بجد اللي احنا شفناها في اغنيتين انت مين واغنية تانية برضو حلوة جدا ومختلفة بتقول ان احنا قدام موهبة مكتملة يعني موهبة صدقت نفسها وامنت بنفسها وبموهبتها وكمان بتكتب وكمان بتلحن وكمان يعني كل الحالات الحلوة دي ودورنا ويعني ساعدنا ان هي منورانا النهاردة زي ما وصفها راغب علامة الصوت الماسي صبرين ان جيلي بنورانا واسعتينا بنور بك البرنامج وانا مفصوطة قوي ان انا معاكي النهاردة وشكرها على الكلام الحلو اللي انت قلتيه لا والله ده اقل من الحاجة ايه بقى انت مين والحالة اللي انت بتعملوها كده حالة جميلة جدا انت فعلا اللي بتكتبي وبتلحني اه يعني انا بحب ان انا انتج اغنية باديا يعني اصنع اغنية طول عمري يعني من صغري وانا احب ان انا اكتب احب ان انا الحن اه فما مجبرت وابتديت اغني واخد طريق الغنى اللي هو طريقي فابتدى يطلع معايا اكتر يعني امتى اكتشفت ان انت الغنى ده هو الاختيار والقدر معا اول مرة سمعتم ازيك حية يعني مش حفلة مسجلة كنت بقبرة كنت في قصر السقافة ده منهور اه مامتي قالت لي خلصت دراستي فقالت لي لازم بقى تشوفي موضوع الغنى ده يعني هي كانت عارفة ان صوتك حلو من اه عشان هي صوتها حلو ام وراسة يعني اه اه ومامتها يعني جدتي كانت صوتها حلو ام فروحت قصر السقافة اه كانوا بيعملوا بروفا وقتها سمعت المزيكة حية بقى كمان جاء جنبي والمزيكة جنبي يعني فجأة حرفيا حسيت احساس ان الروح سبت جسدي وبقت بعيدة شوي يعني انا مكنش جوه الجسد اه من كتر ما انا كنت حسن اه ايه ده يعني كأني اول مرة دوق طعم حاجة حلوة فمن وقتها قلت انا لازم يكون دي شغلتي انا بقى جوه دول بس امت اكتشفتي التلحين خلينا الاول قبل ما نروح لفكرة التلحين انتي خلاص لقيت ان الغنى ده هو طريقي فقدمتي في برامج المسابقات اكتشاف الموحدة هو ما كنتش اعرفها يعني انا ما كنتش اعرف البرامج دي اصل وقتها الشباب اللي بيغنوا معايا في المكان هم اللي قالوا لي فيه مسابقة اسمها كذا وكذا ما كنتش اعرف اي حاجة ما بتفرقش على تلفزيون أصلا يعني فروحت معاهم وقدمت وجربت يعني بس بصراحة كتجربة ما كنتش يعني لو رجع الزمن مش هعمل ليه؟ ما بتفدش يعني ما فدتنيش بأي حاجة هي بتس وبالاخص في وقتنا هذا يعني في وقتنا ده ممكن الفنان يعتمد على نفسه لان الميديا فتحت ابواب اكتر للناس ان انا اعرف انجح من غير اي مسابقات لان المسابقات تباني ان هي اكتشاف مواهب ومساعدة مواهب وهي في الاخر بتستغل فكرة الموهبة لصالحها حيانية حاجات انتاجية الموهبة بتكسب والبرامج بتكسب لا ما كسبتش اي حاجة يعني ما كسبتش غير ان انا بس اسمك معروف بقى معروفة بس مش من يعني جزء اه من المسابقة بس المعرفة اللي انا برضو ما حبهاش يعني مش من الاخر مش ما لازمتنيش في حاجة ليه حاسة ان هو درك علشان هو بيطلعك في نقطة معينة ويسيبك انت كملي طب انت سيبتني فوق يعني قولي اعمل ايه ما انا لسه جديدة في الموضوع فمثلا انتو انتو طلعتوني بشكل معين وبينتو للناس ان فيه موهبة دي انتو ساعدوا بقى او حتى على الاقل يعني انت عايزة تقول ان البرامج دي ما بتصنع ما عندهاش صنعة النجم خالص هي بتستغل المواهب فقط فعلا اه طب هل كان حصل مشكلة بينك وبين احلام ده اللي موجود برضو مكتوب في ال هو مشكلة دايريكت ما حصلش يعني اصلي احلام وقتها كانت يعني نجمة كبيرة وما زالت وانا كنت لسه بنوتة صغنطوطة قوي طلع فما فيش مشكلة دايريكت يعني يمكن هي حاجات من ورا الكواليس انا مليش فيها برضو يعني انا مليش في علاقة بيها اه لكن لا مشكلة اساسية لا يمكن هي ما حبتنيش عادي ايه اللي حصل ورا الكواليس انت عارفتيه هي خادث موقف منك اللي هي قالته على الهواء هي قالت على الهواء انه هو قالت لرغب علامة لما هو صمم على وجودي وهي ما حبتش وجودي قالت له احنا احنا قيلين دا جوا ومتفقين على دا جوا يعني انه هو الحاجات متحضرة من قبل ما انا غني والكلام دا فهي دا قالته مش انا دا الايلا اه فهي اعترض ان انت جيت على الهواء اعترضت ان هو ليه بقى تمسكت بيها واحنا متفقين على حاجات جوا طب انت متابعها دلوقتي على الانستجرام اه معناه ان انت اصفتي وانسيتي ولا هو انا ما كنتش متضايقة منها هي شخصيا لان في النهاية انا انا ببصلها كفنانة برضو يعني انا شخصيا ماليش معاها مشكلة هي في النهاية فنانة بتعجبني وقفتها على المسرح بيعجبني اداءها بحب ان انا شوف ايه اه زي زي ان هو لازم يعني مش عايز اتكلم كلام بس يدين حد يكون عنده موهبة المجاملة اه يعني شوي وانا عديمة الحتة ني يعني انا ما عرفش ان انا اتودت كده اعمل كده ما عرفش يمكن كمان برضو الاختيارات اه او طريقة الاسلوب الحديث او كده ده ما كانش عندي لان كنت لسه اول مرة يعتبر اغاني اه وقتها مثلا كان فيه حاجات كتير هما اللي مختارينها كاغاني وتقال على الهوى ان انا اللي بسيء الاختيار طبقا مش انا اللي مختارنته يعني ففيه حاجات كنت بسكت عنها وبعم لو انا حاليا مش حاسكت عنها فاندي يعني شايفة كده ان فيه مواهب بتدخل برامج دي بتزلم انا شايفة ان كل المواهب بتزلم حتى لو فيه حد نجح شوية وخد ستيبس دي يعني هو حظه كده او هو كمل على وربنا اكرمه بحد ساعده بعدها ايا كان بس انا يعني لو انا هنصح حد حاليا الميديا فتحة ان انت تعمل كده لوحدك طب خلينا تخيل لو انا مكانك ورايح اكيد بطموحات وامال وتوقعات وا 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 وبعدين الصخرة الواقع خبطتني على دماغي فوقتني فاكتشفت اني عايشة الوهم الكبير لما ارجع بقى وانا موهيدة الجناحة اه ايه اللي حصل لي ايه اللي حصل لي يعني انتي انتي وقفتي وصنعتي اسمه وعملتي شيء وخليتي اغانيك ترند كان ممكن ان التجربة دي تحبطي يعني خلاص تنسي القصة دي خالص وتقولي خلاص انا ده مش طريقي وده قدري هو قريدي ده حصل يعني حضرتك وصفتي اللي حصل اه هو انا جيت من هناك بعد ما كان حطيني في حتك وحتى هم البرنامج نفسه الادارة نفسها اللجنة كانوا حطيني وعارفين ان انا محطوطة في حتة حلوة قوي حتى حسن الشفعي من اول مرة قال لي انتي شايف ارب ايدل قدامي وفنانا متكاملة وكذا وكنا مكملين كده فجأة في نقطة كل حاجة تغيرت انا مش عارفة ايه هي فده اللي حصل في نفسيتي بقى ان انا كنت وصلة لحتة معينة فجأة وقعت على جدور رقابتي انا رجعت انا قا بقيت احاول وبحاول من وقتها لغاية الان بس كان اول كام سنة بعدها انا مدمرة نفسيا يعني انا جوايا كنت مدمرة ولكن شغالة يعني كأني بشتاق شغالة من غير بطارية مين كان سبب ان انت تتعافي وتخرجي وتعملي العكس بان انت تنجحي اولا حبي للغنى انا شايفة دايما اما بقف على المسرح كده واغني حاسة ان اسعد حاجة في الحياة بالنسبالي يعني اكتر وضعي ببقى مبسوطة فيه يعني الغنى هو اللي انتشلك من الحالة دي دي اول حاجة وين ان هو اه الحبي للغنى وساعدتي وانا وقفة بغني وبقول اللحن من قلبي يعني بحس انا وانا بتكلم دلوقتي مبسوطة طب والاشخاص هل لجأت مسلا دكتور نفسي ولا الاشخاص لا طبعا وقتها ما كنتش يعني انا دلوقتي اه ممكن ان لو انا متضايقة اقول للناس اروح الجأ لدكتور او اخصاي نفسي يساعدك يفكر معاك لكن انت وقتها ما كنتش عارف ده فكنت انا بقى بفيكس مايسالف يعني شغالة كده مع نفسي ان هو ومع ربنا بقى يساعدني يعني لكن كاشخاص اولا طبعا اهلي اللي هي ماما واخواتي ساعدوني كان في مشاكل تانية حصلت حوالين ده بس برضو وجودهم كان مدعمني قوي طب الفنان مرها في الحس والضغوط في الوسط الفن كتير جدا فهل بيحتاج فعلا ان هو ممكن يروح لطبيب او اخصاي نفسي هو انا بقول اللي مش الفنان بس انا شايفة ان كل انسان على واجه الارض يستعين بقى خصائي نفسي يا جماعة الموضوع طحفة انتي قررت قبل كده تستعيني عملتها يعني عملتها بس الحمد لله عملتها بعد ما انا كنت عالجت اجزاء كبيرة قوي مني سواء كانت مشاكل اسرية مثلا مشاكل في الشغل كان ده بيقصر على نفسيتي عالجت كتير وحتى هو الدكتور نفسه قال لي كده فبقيت تحولت من مريضة من رايحة كمريضة لفنز اصلا لعلم النفس انا بروح دلوقتي ندوات جروب تيرابي الحاجات دي بروحها كفنز بحبيت الموضوع فاكيد لو انا حنصح الناس مفيش حد ما يعملش كده لازم متعة يعني ان انت تفهم نفسك ولا حواليك ايه اكتر حاجات تخلصت منها لما بقيت من الفنز بتاع الطب النفسي او علم النفس حيوبك اللي تخلصت منها اللي انا تخلصت منه مشاكل التأثير المسلا ممكن احد افراد الاسرة اولا احنا طبعا اي مشكلة نفسية ببقى اساسها معظمنا الطفولة فانا كان عندي مشاكل من الطفولة مكملة معايا لغاية قريب يعني غاية وانا كبيرة فده كان يعني زي ايه المشاكل دي؟ يعني عشان ما نعودش الليف واندور مثلا ابويا ابويا من الناس اه الحمد لله الحمد لله احنا ما فيش اي مشكلة مبانية بس هو مثلا من الناس اللي كانت فيه جزء كبير مكسور جوايا بسبب يعني تعامله فده اللي كان لنا يعني ماما هي كانت الام والاب وكل حاجة هم انفصلوا مؤخرا بس مؤخرا ده ما كانش في المصلحة قوي عشان كان المشكلة مكملة او الازى مكمل لفترة طويلة فعشان انا اعرف اصلح بقى ده كله اه انا كنت هيرو قوي بالنسبة لعلم النفس ان انا اصلح نفسي في كام سنة فيه ناس بتقعد سنوات وسنوات مش قادر اتعمل فقدرت اتخطى ده وبرضه هو حاليا كلامي معاه واخرج ما في قلبي له يعني تقبله شوية خلاني يعني هو ساعدني اه يعني ان انت واجهتي اه واخرا اتجرأت يعني ايو خرجت كل اللي بقلبك انا اتجرأت كتير بس هو ما كانش بيسمع لكن اول ما اريد واخرا حست شوية كنت انا محتاجة بس احس منه ان هو اه عايز يسمع مني فما حسيت دي ريحني اوي 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 مؤخرا ده لما هو شاف نجاحك لا ملهاش علاقة بس هو يمكن هو اللي ابتدى من جواي يحس شوية بيهاي يعني هو كان كان سايبكم ماما هي اللي بتوليكم لحالي لا 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 هو كان معانا عادي بس كان هو مفيش عاية مفيش اتنان التعامل اه التعامل كان ابو صعب يعني اه ابويا صعب اه هل وقف في طريق في قسط الهن خلينا ما نسترسلش قوي في الحديث عنه عشان هو ما يزعلش انش عايز ادايقه يعني طيب خلينا ما نسترسل طب تعالي نسمع بقى نغني بقى اه يلا عايز تقولي ايه اه عايز اسمعي حاجة معينة اللي تختاريه انا عايز اسمعه حسنا هل نقولي ايه نقول حاجة للستمه كلصوم نبدأ ديه هل نقول هل انتع بالنسبة لي يلا ممكن يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الليل وسمى ونجوم وقمر وقمر وصار وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى اهمنو الهوى والهوى اهمنو الهوى اهمنو الهوى اهمنو الهوى صغران الهوى يسئينا الهانة ويقول بالهانة يا حبيبي يلا نعيش في عيون الديل يلا نعيش في عيون الديل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حبة حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة في كل العمر هو العمر غير ليلة زي الليلة زي الليلة زي الليلة زي الليلة لا 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 شكرا دلوقتي أنا قريت خبر ان انت في مهرجان الموسيقى العربية بفرحت جدا بقى قلت هسمع انت مين لايف والأغنية التانية حلوة برضو اللي هو هجيبه سيرتي وبطلنا اللي يعطلنا أيوة اللي يعطلنا دي وبطلنا اللي يعطلنا هنسمعك بقى وانت بتغني الأغانية الحلوة دي وبعدين فجأة بتقولي أنا مش هشترك في المهرجة ليه؟ هجاوبك عالسؤال مع إني ما كنتش حبة أتكلف معلش بس هو أنا قررت أسيب الأبر كنت مقررة القرار ده من فترة وقالوا الوضع هيبقى أحسن هنصلح كل المشاكل اللي موجودة بس مش حاسة قوي ان اتغير حاجة يعني انت مش عاجبك المقابل المادي الأجواء اللي المفروض انت متوقعة اللي مش عاجبك يعني نخليكي هو كده كده المقابل المادي مكنش موجود أصلا لكن أنا كنت دخلة عشان الأوبرا برضو يعني صرح كبير بس هي إمكانياتهم كده مش هما مش قصدين ما يقدركيش ولا يقدرك أي حد إمكانياتهم الخلفيات دي مش شغلتي يعني اللي هو انتم قدرين عشان انتم قصدينها أو هم علشان الموجود كده ما عنديش مشكلة يعني مش مش شغلتي مشاكلهم يحلوها لكن أنا في النهاية ما كنتش دخلة عشان مديات أنا دخلة علشان أنا أجبع حاجاتي الفنية كمطربة أنا برا بعمل أغاني جديدة أغاني تليق مع العصر اللي إحنا فيه بس الصبرين عايزة تغني تغني تقول فده أنا دخلة الأوبرا عشان كده فالحتة دي في الأول كانت موجودة أو مازالت موجودة بس بطريقة ما تريحنيش يعني هما أنا من برا مثلا بعمل خطوات حلوة وباخد خطوات معينة يعني كل أنت لما بتكباري هما مش 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 هسين بحاجة هما مش شايفين هما مش شايفين هما مش شايفين فيه فجوة زمنية ما بينهم في الأوبرا وبين برد يعني أنت حاسة أنت بعيتي نجمة وفي نفس الوقت أنت في المكان اللي أنت بتحبيه ما أنتش متقدرة هو يعني أنا لسه بصنع نجمية النفسي لسه عشان أوصل لكلمة نجمة كبيرة برضو ولكن أنا كل اللي ببقى محتاجة مثلا أن هما شايفين مطرب أو مطربة معينة بيحاول مثلا إحنا نزق وراه يعني نساعد معاه ده ما بيحصلش ده أنا حسن العكس يعني أنا دخلالهم معروفة كنت مخلصة المسابقات والناس عرفاني واسم كويس يعني ما حسيتش أن ده تساعد في حاجة طب كان نفسك في إيه وما حصلر؟ لا حاليا ما نفسيش في حاجة بصراحة قبل ما تقررت اعتذري كنت منتظرة إيه وما حصلر؟ كنت منتظرة حاجة هي مش طموحاتي حاليا برضو إن هو يعني يقدروا يقدروا مثلا أنا لو طلعت نفسي برا سابرين سابرين صوت مش هاين صوت كويس جدا شكلها كويس أداءها على المسرح يعني أنت كنت عايزة تطلع لوحدك؟ لا فلقيت نفسك مع كذا حد في نفس الحفلة؟ هي مش لوحدي على طول بس على الأقل أنتوا قدروا اللي معاكم أن أنتوا تلاقلوا المميز مثلا يبتدي ياخد خطوات إن هو يبقى في حتة حلوة أو تقدموه بطريقة حالة يعني تساعدوه يعني أه دا ما بيحصلش ولأ ولما اعتذرتي حصل إيه؟ قبل كده لما قلت حقدم استقالة الميسترو هات أقنعوني والدنيا هتتغير ما حصلش دا مع أني قلت ماشي نستمر هو قبل ابتدوا يغيروا العقود وكذا وكذا بس أنا مش دخلة عشان عقود وماديات فده ما همنيش أنا اللي همني أكتر نزاهة التعامل التأدير الفني فده مش مريحي ده الجزء اللي مش مريحي مازال برضو في المهرجان مثلا يعني هما ردوا عليكي بالنقوك يعني هما استجابوا لفكرة الاعتذار؟ أنا لسه أنا يعني هما لو سمعوا الحلة هيتفاجئوا زي زي هوا الميستروهات بس اللي عارفين يعني الإدارة نفسها لسه ما قلت لهاش الخبر استعيد وما بالنسبة لهم مش هيفرق معهم لأن فيه مطربات عدد كبير قوي يمكن اللي ممكن بيتأثر واللي أثر عليها في المرة الأولانية الميستروهات إنه هما الميسترو برضو بيبقى عارف مقدر الموهبة اللي عنده أو الفنانة اللي عنده بس في النهاية برضو الإدارة هي اليد العليا اللي بتقوله حطه ما تحطش اعملها أو ما تعملش فبس يعني وخسر أنا أتمنى أن أنت تترجعي لا أنا أتمنى أن هما فعلا يبتدون عندهم غيري حتى فيه مطربات ومطربين يستحقوا أن هما يستخدمون بشكل أحلى ينجموهم يفتحوا المجال لكن هما يعني أنا مش عارزة أتكلم عشان ما مسقش للمكان وأنا بحبه بس يعني نجموا اللي عندكم بدل ما تاخدوا حد مش معروف من برة تنجموه وكده كده مش معروف فحطينه في حتة حلوة قوي طيب ما تحطوا اللي عندكم وعلى أقل اللي عندكم ليه جمهور جوا الأوبرا يعني نداء للأوبرا لدكتور خالد داغر موجودين موجودين المهرجان صابرين بتقول لك نجموا اللي عندكم يعني والله مش لمصلحة أنا بتكلم مش لمصلحة دلوقتي أنا بتكلم عمتا عندهم مواهب كتير بس يعني يعني دكتور خالد داغر ودكتورة لمياء نزالي ناس مخترمة وفنانين وكبار يعني جدا وعندهم محس ويعني ناس جوه يعني بيعشاؤوا الموسيقى والفن وأكيد بيقدروا المواهب فأكيد فيه سوق تفاهم ممكن يتحل يعني هو مش سوق تفاهم ما أعتقدش أنه يسمى سوق تفاهم قد ما هو يعني فيه تصليحات يعني أنا عندي شقة يعني الموضوع مش هشيل برواز وحط برواز بقت أحلى فيه حاجات عايزة تتهدى وتتبني من جديد يعني طيب بس أنت موجودة في الأوبرا بتعمل لسيد دروش المصرحية مصرحية رحت عليك أنا كنت اعتذرت عنها ولكن وأنا بعتذر قلت للمخرج مهدي رجل محترم جدا قلت له بص هو لو أنا حبوز لك حاجة أنا مكملة معاك يعني إنت لو حتخط بديل الوقت دايق كذا ملقتش غيري حكمل معاك عشان ما فيش حاجة تبوز فده اللي حاصل أنه هو قال لي الوقت دايق جدا مش هيعرف يشيل ويحط فكملت قلت له خلاص أنا هكمل المصرحية وعشان ما بوصح أنت عندك خطة بديلة بعد ما حتسيب الأوبرا؟ هو أنا ماشية في خطتي من زمان يعني زي ما قلت لحضرتك مش عشان الناس ما تفكرش أن أنا عندي أغنية نجحت أو أغنيتين نجحهم فأنا سيبت الأوبرا عشانها أبداً لكن أنا من الوقت أنا حتى قبل نجاح الأغنية بتاعتي الأخيرة كنت هو ده الوقت اللي أنا كنت حقدم استقالة فيه لأن أنا محبش أشتغل في مكان مش مرتاحة فيه أنا رايح عشان مزاج الفني فمزاج الفني وعقر فحسيب هي دي الغرض فمش عشان أنا حتى خطة بديلة ولا عشان أنا نجحت شوية لا طب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا وأثناء الفاصل هنشوف الأغنية أصلاً اللي خلتني من حسن الحظ أن أنا أدور على الصبرين يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف اشتركوا في القناة 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 هو الكلب ودود جداً وكنت في كامب في نوابع والكلب ودود قوي فمتعود على الناس وأنا ما بخافش من الكلاب وبحب ألعب معهم ومتعودة على غشامة اللعب الكلاب الكلب عنيف وجديد فأنا متعودة عليه للنسبة على اللي فاندو يعني أنت بتتدربي على البليب؟ تهالي إحنا شفناك فيديو مش بالإيه أنا بحب الرأس فبحب إن أنا أرقص بحب سواء شرقي أو تعبيري استعرادي بحب الرأس جداً طب صفاء لو قلنا دلوقتي اللي صابرين تسمعنا حاجة أنت بتحب لها إيه خارج أغانيها لأن تحبت تسباع منها إيه لها بيت الأيام بحب منها حنين حنين الله وردة وأنا من محبين أصلاً وردة قوي مدرستها يعني تلي جداً علي الله يرحمها كتجميلة حنين 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 أنا دايبة فيك حنين أنا دايبة فيك حنين 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 أنا دايبة فيك 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 حنين يعني ما عنديش متيريال أقولها ما عنديش متيريال ملموسة صاحب نصيب الحب في قلبك آآ داعم يعني مش حب من طرف واحد لا 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 ما قدرش ما عرفش أحب من يعني على رأي سهير رمزي قاليت أو طب إنت ممكن تبخاطوة بقى يعني الحب دا يتحول من المشاعر لشراكة يعني ربما 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 على كل حال بنتمنى لك كل توفيق وكل حب وكل سعادة تستهلي كل الخير أنت وعيلتك الجميلة صفاء وصفناز ومام ووافق وصعداء جدا بتجربتك وداعمين لكي ودايما يعني ننتظر مزيد من التقالب لأ انتظروا بحاجات حلوة قوي جاء إن شاء الله إن شاء الله مع نفس فريق أغنية انت مين إن شاء الله الموزع يوسف حسين حد شاطر قوي 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 والمخرج أحمد علاء الجندي بنجهز أغاني حتعجبكوا قوي إن شاء الله إن شاء الله منتظرين مزيد من التعلق ولسه حلقتنا مكملة نشوفكم بعد التواصل التالي خبيرة الأبراج والفلك هالحافظ وبنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين وزي كل يوم أربع بنختم حلقتنا بفقرة دايما بننتظرها بشغف وفضول إيجابي ودكتورة هالة حافظ من ورانا وأسعدتينا حبيبتي يا سوير وبنتكلم عن الميزان وإحنا بدأنا أكتوبر وميزان بيتقلق يعني فإحنا عايزين نتكلم شوية عن برج الميزان لو قلني مثلا إيه أكتر الحاجات اللي بيحبها برج الميزان في شريك الحياة بيحبها؟ طيب برج الميزان هو البرج الرومانسي هو البرج المسالم بيحب أي علاقة بتحقق له السلام والطمأنية بيكره المشاكل جدا 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 فالنهار دا إنت يا ميزان لو دخلت في علاقة شريكك دا بيسبب لك مشاكل كتير بيسبب لك ضغوط كتير إنت حتهرب منها بالمشوار حتاخد دي لك في سنانك وتهرب ما بيحبش المشاكل طيب هو بيحب إنه هو يتحط في الصورة يبقى سي السايد ما بيحبش التهميش طبعا هو إحنا الأول هنتكلم عن رجل الميزان ما بيحبش التهميش بصفة عامة ستة راجل يعيشاقوا حريتهم أساسهم الحرية فبلاش تدي أوردرز للميزان اعمل ما تعملش روح ما تروحش وتقايد حريته فهو بيحب ياخد مساحة كافية من الحرية عشان يعرف يريش وياك يبقى نداء لكل مرأة متزوجة من رجل الميزان انسي في علا الأمر وهو ما بيحبش السيطرة عليه يعني هوم بيحب هي برضو نفس الحتة أو في نفس الزوم بتاعتها هو ما بيحبش إنه يبقى هو الطرف المسيطر عليه برضو سواء كان راجل أو سيت ما بيحبش شريكه يبينه على طول إنه هو مقصر يعني هو الميزان من من الأبراج اللي بتقوم بدورها وبتبز المجهود قوي عشان تبقى مغطية كل النواقص فلو جيت إنتي النهاردة قلت له أنت بتأثر أنت بتعبالش والنقض يكون قاسي لا بتلاقيه بينفر من العلاقة وبيقفل بيقفل منها وبيجري منها بيثرب منها إذا ما بيحبش ولا العتاب ولا الحساب ولا السيطرة ولا التهمش أنا إنسان ما بمشافيه على الهامش زي إيمان البحر أنا ما قبلش أكون إنسان على الهامش أي وهو دي على فكرة بتمثل بورج الميزان أنا ما قبلش أكون حطيه في الصورة أنا راح أنا جاية إيه رأيك ناخد كده شريكي في الأمر إنه هو أصلا شخصية مشاركة بطبيعته مكانه في الزوديك مشارك فدي أكتر حاجات بيبقى مستريح وسيب إيده كده في العلاقة إيه الهدية اللي تفرح بورج الميزان؟ بما إنه طبعا بيحكموا كوكب الجمال اللي هو فينس فكل ما يخص الجمال استيت بتحب أقل ميكوب اللبس الحلو الحاجة اللي تظهر جمالها وتطلعها أكتر جمالا الراجل بيحب الحاجات برضو زي السياعة الأكساساريز يعني هم كل حاجة اللي هاصلة بصورة أو بأخرى بالجمال اللي هو فينس يحكمهم هاتوها للميزان وانتوا بغم ماضي آه بس إحنا عندنا من وليد بورج الميزان الجميلة الرائعة لطيبة رولة خرصة وهي كاتبة أنا عايزة كتب أنا بحب الكتب يمكن عشان هي طبعا هي كاتبة ومثقفة فبتحب الكتب آه وهي عندنا كمان من بورج الميزان الستات مميزات جدا آه يعني تقولي دي ستة مميزة يعني ستة نكحة ومميزة منا فاروق كل سنة وانت طيبة ناني درويش كل سنة وانت طيبة بسانت بكر كل سنة وانت طيبة هبا أبو عوف كل سنة وانت طيبة قلفة سلامي كل سنة وانت طيبة كل الستات اللي أنا قلتهم دول فيهم حاجات مميزة جدا ولازم يبقوا نكحين جدا وفكرة الطيبة عامل مشترك فيهم الطيبة والديبلوماسية واللباقة ما بيزعلوش حد منهم يعني حتى لو هم شايفين حاجة غلط بيعرفوا يوصلوها بأحلى طريقة ممكنة لسانهم حلو وعندهم لباقة مش موجودة والميزان هم أخذين نصيب من اسمهم ميزان يعني مهما حكم بالحق لكن بيعرف يوصل حكمه بطريقة لطيفة بما لا تزعل حد منه ليزن الأمور بس عايزة أقول بميزان من دهب ولا مش دايما ميزان من دهب لا مش دايما ميزان من دهب وقلتها في الحلقة اللي فاتت في الناس كتير زعلت مني بس أنا مش بغاية رأيية لأنه مش كلاني هو كلام مدروس الميزان تحكميه في أي حاجة هو مش طرف فيها لكن طرف فيها مستحيل واخد صف نفسه تماما كاثر مرايته مداش ديش مرايته مش شايف مش عايز يبص فيها يعني حكمي ميزان ما بين سين وصاد ياه بصي حيقول حقه لو على ورقبته لكن حكمي ما بين أنا وسين أنا وأنا اللي هو إيه تقولي له أنت غلطان أنا بنتي أنا غلطان أنا عامل كده لا يعترف بالخطأ وبالمناسبة دي كل سنة وانت طيب أحمد فاروق ومنشن ليك طبعا أحمد فاروق من العميدة الرئيسية فيه وماندو البرنامج وماندو اللي بيصورنا الصور الحلوة كلها فنين والله وطبعا عندنا الماسك صفحة الستات في السوشيال ميديا محمود حنفي كل سنة وانتو طيبين اسلام جمال كل سنة وانت طيب اسلام حسن كل سنة وانت طيب آه أحمد لا يعطي أحمد فاروق نموذج ليه هو رئيس تحريري التنفيذ بتاعنا لا يعترف بالخلص فعلا كسر مرايته؟ معرفش بقى كسر مرايته ولا مداش دشرة بس هو ولا مش شايفها ولا ايه بس هو لا يخطي أرجع أقول أنا تعملت مع فاروق وأرجع أقول حاجة أنه هم حكمهم في أي قضية تانية حقاني جدا يعني حكموا برج الميزان يا جماعة هم الوظائف المناسبة ليهم مستشار قاضي تحكيم أي حاجة فيها حاجة تحت كمية حكم كورة يبقى حقاني ولو على رقابته ولو يخط لكن أنا ما اتحطش يعني هي دي بس المفارقة الغريبة أنت حقاني مع الكل تناقض غريب أنت حقاني إزاي كده مع الكل لكن ما بتكون أنت موضع الخلاف بيخلفك الحق يعني هي دي بس لا طبعا طب برج الميزان لو بينهي علاقة بيتصرف إزاي بيهرب ولا بيواجه بيهرب طبعا بيهرب طبعا ليه بقى بيهرب مش بيواجه برج الميزان احنا قلنا دبلوماسي هل فيه دبلوماسي بيخبط كده؟ لا هل فيه لباقة بتخبط كده؟ فإيه؟ عشان يوصل القراره بعدم رضا عن العلاقة فيه زقباقية يفلفص فده لما بكون في علاقة ما بيعرفش يصدم اللي قدامه ويواجه وأنا مش عايزك حفضة للف ودور وزقباقي وما يعملش ما ينهيش العلاقة في الميزان إلا بسياسة البديل يعني ما بيبقاش قلبه جامد جدا جدا في إنهاء العلاقة إلا لو هو عارف إن فيه علاقة موازية حيسند عليها بعد إنهاء العلاقة دي لو الميزان ما عندوش علاقة تحقق له التوازن بس ما هو ميزان لازم يحقق التوازن فلو خرج من علاقة وهو لوحده وحاسس بعدم اتزان مش حينهيها فحينهي العلاقة بعد ما يكون اعرفي كده لو زوج أو زوجة بدأت تنهي علاقة اعرفي إن هي فيه في الدولاب أو فيه عرف بديل حيسند عليه يعوضوا النقص أو الفراغ يعني هو ما بيتركش من الفراغ لازم يبقى فيه حاجة تانية بالظبط هو عواجب عنها ومش بيواجه هو متردد جدا جدا معندوش سياسة المواجهة مش بتاعة الدبلوماسي المتزن الهادي المسالم ده ما بيواجهش ما فيش مسالم بيواجه بيأجل المواجهة دي آخر كارت بيستنفس كل كروتو من الإقناع من اللف من التردد من الانسحاب البطيء لكن المواجهة لا مش بتاعة الميزان طيب ايه المفاجهات الحلوة اللي منتزرة برج الميزان احنا عندنا ثلاث شهور لك يا ميزان حلوين انت الشمس عندك وعطارد عندك في منزلك الأول طيب وبكرة ولادة الأمر الجديد والنهارده ولادة الأمر الجديد ببرج الميزان يعني ايه يعني انت عندك بدايات حلوة قوي عندك عقود عندك سفريات عندك مشاريع عندك بدايات رجوع علاقات كنت اختلفت فيهم عندك زواج عندك ارتباط كل حاجة متاحة ممكن يكون كانت متأجلة او متعرقلة قبل كده انت عندك بلايات الأمر ما شاء الله ايه الحظ الحلو دي اه حقيقي حقيقي طبعا الموضوع ده بيحصل طبعا ولادة الأمر الجديد ببرج الميزان البدايات الحلوة دي من سنة لسنة التقاء الشمس والأمر وكمان تراصف عطارد يعني انت عندك كمان الجانب المهني مشاريعك شغلتك وظيفتك عندك تقلق عندك ترقي عندك حاجة احسن باللي انت كنت فيها بتعلى ودائما احسن يا رب ببرج الميزان وكل الأبراج طب بمناسبة ان كل الحظوزة الحلوة لبرج الميزان انت للاسبوع اللي فات قلت على السرطان والحوت والعقرب اه اعتقد الأبراج المائية انه هما يعني معتل الآخر لا الاستراحة محارب او المعتلين مع شمس الحمل ثم الحمل ثم الحمل والجدي والسرطان والعقرب الحوت لا الحوت بيخرج من المعاكسة ورايح الانفراجة فمنطقة الدفع يعني لسه السرطان والعقرب والحمل والجدي متعكسين الى مات احنا لسه النهاردة 2 اكتوبر ايوه الى مات لغاية 22 اكتوبر شكرا بس فيه طبعا الشهور لما الأمر بيكون دعمك يعني بتلاقي الأمر بيقعد في كل برج من يومين ليومين وشوية او يومين الا شوية ففي يومين بيبقوا مطوطين في يومين بيبقوا حلوين في يومين بيبقوا وسطيين يعني الشهر متنوع الأمر مش قاعد في حت الأمر بيتنقل كل يومين في حت فسعب بيدي دعم للمتعكسين وسعب بيقول لهم لا استراحة محاكسة طبعا الأسد لأنه بيحكموا الشمس فالشمس هي اللي تدي الإشعاع والطاقة والحيوية فهي طبعا الأسد مصدر طاقة القوس بيدي دحكة عن القوس الحرية والانطلاق وتحرك ونشاط والديناميكي جدا الحمل من الأبراج برضو اللي بتدي مصدر طاقة لنشاطها وديناميكيتها بشوف ان عايز اقولك حاجة فيه برضو حد بيدي طاقة حلو جدا لأن بيحكموا كوكبين منهم المريخ لأن الحمل المريخ بيدي له الطاقة برضو العقرب بيحكموا المريخ فتلاقيه في أي مكان كده بيشع خف الدم لأن العقرب أنا مصر أقول أنه عنده كارزمة وجاذبية وخف الدم لو قاعد في حتة بيشع طاقة في المكان كارزمة بتختف الأمور طبعا فبيدي طاقة والجوزاء الجوزاء طبعا بيدي طاقة حلوة جدا تواجده بيدي طاقة أنا عايز أقول دول أبراج مصدر الطاقة لكن في أبراج برضو بتدي دعم بيديكي طاقة زي السرطان والحوت والدالو شكرا الله مش طاقة اللي هي الحركة لأ هو ممكن يبقى هادي وقاعد وراسي لسكن بيديكي طاقة نفسية حلوة بيطمنك فدي تعتبر نوع الثاني من أنواع الطاقة اللي تدي دعم وسند وتمأنينة وسلام نفسي يعني الدعم وسند والتمأنينة وسرطان والحوت والدالو 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 اللي بيديه الطاقة الحركية والديناميكية بلقي اللي أنا قلتهم لك العقرب والقوس والحمل والأسد والجوزاء طيب إيه أكتر الأبراج اللي طول الوقت هي مبادرة وعلاقاتها الاجتماعية حلوة وبتعشق عمل العلاقات الاجتماعية هقولك يا سيتي الميزان لأنه بيتعامل مع كافة شرايح البشر وهو بيحكم البيت السابع اللي هو بتاع الحياة الاجتماعية ومنزله السابع ده بيخليه هو من أكتر الشخصيات الاجتماعية والمبادرة واللي موجودة وكمان الجوزاء بكرمه وخف الدمه برضو من الأبراج المحبوبة والديناميكية والسرطان اللي لسه بقول داعم جدا جدا للناس وإحنا قلنا الجوزاء والميزان والدلو الدلو على فكرة من الناس اللي بتعمل أعمال خيرية كتير قوي هتلاقيهم في دور أيتام في مسنين في إيه العمل الخيري اللي ممكن التطوعي بتلاقيهم معظمهم دلو هم عطائين عطائين وتطوعين ومش عايزين مقابل بالزبط يعني عندي صديقات كتير دلو ينطبق عليهم فيعتبر الدلو الميزان السرطان والجوزة طيب إيه البرج اللي ما يختلفش عليه اتنين أو الأبراج اللي ما يختلفش عليها اتنين مفيش برج يسوس ما بيختلفش عليها اتنين خالص مفيش بني آدم مش برج مفيش بني آدم ما بيختلفش عليها اتنين ده فيه بني آدم من كتر ميزاته بيثير الحسد ناس تحسده وتحقد عليه فتلاقي تلعت له حاجة بحد يختلف عليه فأنا معطريضة جدا أن طبعا الكمال اللي لا واحده مفيش برج أكيد بس يعني لا يسوي اللي بيبقى محبوب من الجميع مثلا ماهنا اللي احنا لسه قيلينهم دلوقتي اللي هو طبعا الميزان باجتماعيته الدلو السرطان الجوزاء دول ليهم طريقة كده ليت حسستك أن الدنيا مش مستهلة تديكي طاقة التفاؤل لكن حتلاقيهم بردو بيختلف عليهم اتنين حتلاقي السرطان بطبط ودعمه ده بيختلف علي اتنين حتلاقي الجوزاء بيختلف علي اتنين حتلاقي الدلو على قد العطاء اللي بياميلي يعني صراحة أنا ما شفتش اللي هي الاتفاق التام على بني ايدر طيب الابيض والاسود اللي هو زمان اللي هو الزوء القديم أنا من الناس دي ما عرفش بقى ده برج السرطان ولا ده تركيبة شخصية فهي الأبراج اللي هي بتحب تعيش أجواء زمن الابيض والاسود وبتكره التكنولوجيا طبعا السرطان فعلا طبعا جدا والثور برج الثور تقليدي وروتيني ويحب الابيض والسود والجدي يا جماعة الجدي من الناس اللي بيشدها الأجواء القديمة بالعبق القديم والعذراء وقالت الزمن ترجعني الثلاثة الترابيين الثور والجدي والعذراء وحطي معاهم السرطان من الناس اللي بيشدهم جدا العبق التاريخ والابيض والسود يستمتعوا جدا انهم يعودوا قدام فيلم ابيض والسود كده طب فيه أبراج بتحب الوحدة أو ما بتحبش الوحدة فمستحيل تهدد بالبعد والفرق بسي سهير طبعا اللي ما تهددهمش بالانسحاب دول ممكن مش بيحبوا الوحدة ممكن يكونوا عندهم القوة الكافية انك ما تهددهمش انهم ما يواجهوا الوحدة اللي هو مثلا انت جيت النهاردة هددتيني بالبعد والانسحاب وانا اصلا برج قوي زي العقرب هو برج قوي لو جيت يؤتي له انا حسيبا العرب بما تهددهوش بالانسحاب بالانسحاب على رأي بسي مش عشان بيحب الوحدة عشان هو اصلا برج قوي مستغني مستغني لكن الابرج اللي بتحب الوحدة دي حاجة لكن المستغنية وما تهددهاش بالانسحاب دي حاجة يعني انا عايزة اقولك حاجة الجوزاء عشان متقلب وعنده كذا شفت فلو جيتي انسحبتي من حياته لا حيلاقي بدايل وحيلهي نفسه بالسفر ومع الناس بس اكيد هيتقصص ما تهددهوش بالانسحاب لا حيلاقي بدايل وحينفض هدومه وحيدخل في بدايل عنده بدايل كتير بيعرف يخلق لنفسه البدايل العقرب وجوزاء ما تهددوش بالانسحاب والقوس والقوس والاسد قوي جدا الاسد بكرمته بعزته لو جتي قلتيله باي باي اقولك بقى الف سلامه ويقف الباب وراء الباب اللي يفوت جامع اه فالاسد قوي القوس متغير ومتجدد مش هيحس بيكي الجوزاء حيتعفى بسهولة مين بقى اللي بوحدته او يقدر يعود لوحده بيستمتع بوحدته السرطان والحوت يقدروا بيخلقوا من الوحدة دي يعرفوا يقروه يفكروه ينتجه لكن يستمتعوا بالوحدة فدول يقدروا برضه ينصحبه ويتعافو بس بالإيه؟ بالوحدة فيه دول التانيين يتعافوا بالقوة ففرق المتهديش بالانسحاب ناس قوية ومتهديش بالانسحاب ناس متصالحة مع وحدتها ليه اتنين متهديهمش بالانسحاب والصور قوي متهديدهش بالانسحاب عينها دي جدا وبيعند على نفسه الصور من الأبراج اللي بتعند مع نفسها يعني لو جيتي قلت لها باي باي هتقدر حتى لو ضعفت هتضعف مع نفسها ومش هتوريكي ضعفها وحتضغط على نفسها جامد جدا وتستمتع بوحدتها أو تتعافى على القصة طيب النهاردة 2 أكتوبر وفيه كسوف الشمس الأخير السنة دي إيه تأثير الكسوف ده سلبا وإجابا على الأبراج وهي أثر على الأبراج كلها من الأبراج اللي مأثر عليها سلبي وليه ومن الأبراج اللي مأثر عليها إيجابي وليه حديكي فكرة عامة عن الكسوف الكسوف ده حاصل آخر كسوف في 2024 وحاصل ببرج الميزان والميزان بيمثل في الدائرة الفلكية المنزل السابع يعني منزل العلاقات طب هتعمل إيه في علاقاتنا يا ميزان هو كلمة كسوف يعني إيه كسوف؟ يعني زوال يعني بعد يعني انتهاء طيب وبما أن الكسوف ده هو ولادة الأمر الجديد ببرج الميزان يعني نجمع كده زوال يبقى احنا هنبعد حاجات من حياتنا عشان يتولد مكانها حاجات جديدة يعني خليني اديكي مثل يا صهير يعني النهاردة انت في شغل والشغل ده ما بيديكيش حقك وبقال له فترات طويلة فوق السنة مستنزف من عصابك انت حتقرري مع كرسوف الشمس تقطعي علاقتك بهذا الشغل عشان تهيأي لنفسك المساحة والوقت بشغل احسن متجوزة حد مخطوبة لحد في حياتك علاقة بقالها فترات ضغط عليكي وعلاقة سامة وعلاقة تكسك وما كنتيش قادرة تقولي لأ ما كنتيش قادرة تعطردي ما كنتيش قادرة تعبري عن رفضك معك كسوف في بيت العلاقات في الميزان في بعض الابراج ما فيش كسوف يبقى مع الكسوف ما فيش كسوف طح فالتعبير ده مش هلاقي تعبير افضل من هذا مع الكسوف ده ما فيش كسوف انت حتواجه بقوة كل ما هو كان ضاغط عليك ما فيش ضغوط بعد كده حتقول لأ بقوة في ايه بقى فيه ناس حتقول لأ العلاقات كانت بتستنزف منها فيه ناس الكسوف ده حصل له في بيت الصحة زي مورد الصور مثلا يعني ايه كسوف في بيت الصحة يعني انت تهتم بصحتك قوي مع الكسوف ده يعني هتظهر لك بعض الاعراض اللي حتخليك بالتالي تبطل حاجات معينة كنت بتعملها يعني فلنفترض مثلا ان انت حتفضلتي تاكلي 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 لغاية ما سبتي نفسك تبخاني جالك كولسترول وجالك قلب انت مع الكسوف هتقراري تواجهي أخطائك وحتبطلي بصي احنا قلنا زوال هتبطلي السلوكيات الخطأ التوقف يعني كنترول أوطاء علشان تبتدي تاخدي نظام صحي ده الصور مثلا الحمل علاقاتك اللي كان بتستنزف اللي الجزها اللي خطبها اللي طالقها اللي علاقة عطفية كانت بتستنزف منك يا حمل انت حت تحدفها من حياتك خلاص رجالة وستات ده الحمل رجالة وستات اه كل انا عايز اقولك حاجة هو طبعا فيه ابراج يعني اللي احنا نهاردة بنتكلم عن الميزان انا قطعت الموضوع ان هو الميزان راجل الميزان بيختلف عن ست الميزان بس يعني هما مش الاتنية يقولك ميزان احنا شكل بعض لا فيه اختلافات خلينا نقول ان الكسوف برضو في بعض الناس علاقات مالية انا كنت داخل معاك في شراكة مالية بس احنا مش مستريحين بتسرقني بتخونني مش بتكسبني فممكن شراكات مالية تتقطع شراكات عاطفية تتقطع سلوكيات صحة فمع الكسوف هتلاقي انك بطلت الـ 12 برج بطلوا حاجات وحاجات خرجت من حياتهم علشان تصحيح للأوضاع تصحيح للدنيا فهو الكسوف مش قادر اقولني سهل يا سوير لانه صادم انت فيه حاجات بتخرج من حياتك يعني واحدة بس انا متجوزة بقالها 15 سنة لما تقرر ان هي تنهي العلاقة دي هتتعر يعني لو احنا قلنا مائية وهوائية وترابية ايه اكتر ايه اكتر اللي هيدي لهم الكسوف قوة للوقفة والانسحاب لا هو يطال مباشرة يطال مباشرة الحمل والسرطان والجدي حمل وسرطان وجد وعقرب وعقرب دول اكتر الكسوف اللي حيطالهم اللي التغييرات اللي الكسوف هيعملها هتبقى واضحة قوي قوي انت هتغير حاجة في حياتك هتستبدلها سرطان وحمل وعقرب وجد وجد اربع ابراج على موعد مع التغييرات مع هذا الكسوف حمل وسرطان مش حيلاقه كسوف بالزبط بقية بقى الابراج ما بين تغييرات مالية تغييرات مهنية تغييرات صحية تغييرات يعني أنا يعني دلوقتي فاكرة الصور صحتك حتبقى متصدرا مشهد الدلو مالياتك حتبقى متصدرا مشهد الحمل علاقاتك يعني كل برج المنزل بتاعه بيمثل بس طبعا ما عندناش الوقت ان احنا نشرح برج برج يعني نشرح الاسبوع جاي نشرح الاسبوع جاي اسعدتنا ونورتنا ونشوفك دايما بخير وحلقتنا لسه مكملة نشوفكم بعد الباصل وبنجد تحيي مرة تانية لكل مشاهدين والتغذية العلاجية بقت جزء اساسي من الحياة الصحية في ناس كتير بتسأل هل الصحة مرتبط اكتر بالجينات والوراثة ولا بما نأكله هو اللي بيشكل صحتنا ولا ايه فالعلم بيقول ان الاتنين بيلعبوا دور لكن التغذية اللي بنختارها بشكل يومي هي العامل اللي نقدر نتحكم فيه بشكل مباشر لو عايز تبدأ تحس ان صحتك لازم تعرف ان التغذية السليمة مش مجرد دا مؤقت دي اسلوب حياة اسلوب حياة مدى الحياة مش ان انا عاملها عشان عندي فرح فعايز الفستان يدخل فيها عند مناسبة وخلاص دمرنا يرتاح بعد كده لا احنا بنختار الاكل اللي يناسب الجسم وليه احتياجات ونبتعد عن الاكل اللي ممكن يضر الصحة على المدى الطويل طيب اعرف ازاي افهم ازاي اعمل ايه احنا النهاردة معانا النصايح والمعلومات من الدكتورة نورهان عبد السلام اللي حنسألها ونفهم منها حاجات كتيرة جدا وسعداء بوجود حضرتك معانا اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يعني ايه اصلا تغذية جينية دكتور تمام خلينا كده نرجع ونعرف اصلا جسمنا عبارة عن ايه جسمنا اساسه او التكوين بتاع الجسم هو عبارة عن dna ال dna ده بيترجم لrna وبعد كده البروتين البروتين ده هو اللي بيحدد الصفة الوراثية الخاصة بيك سواء كانت مثلا الشعر الزيادة في الوزن النزول في الوزن الصفة بصفة عامة تمام طيب الجينية دي محكومة بحاجات معينة الحاجات دي هي اللي بتحدد لنا الشكل بتاع جسمك ازاي سواء كان الزيادة في الوزن او النحافة في الوزن ده شرح بصفة خاصة يعني ايه تغذية جينية طيب هل التغذية دي وهي عامل بيئي ممكن يؤثر على الجينات اللي هي عامل وراسي؟ طبعا الجينات محكومة بحاجة اسمها السيرتوينز السيرتوينز دي لما تعملت ابحاث سنة 2008 وتم دراستها اكتشفوا ان السيرتوينز دي اللي بتتحكم فيها هي المشاعر او البيئة المحيطة بينا فالسيرتوينز دي وظيفتها ايه في الدي اين ايه؟ هي بتعمل الدي اين ايه سويتش اون وسويتش اوف يعني بتقول الدي اين ايه لو تعرض لأي حد تعرض لأي مشاكل خارجية او كان فيه سوق تغذية في الاكل او مش بياكل بطريقة كويسة او طريقة سليمة او صحية فبالتالي بيحصل مشكلة في الجين ده طفرة او ميوتاشن فبالتالي بتحصل له الزيادة في الوزن او النزول في الوزن بس خليني اتفق معاكي ان الموضوع ده او موضوع التغذية الجينية احنا بنشتغل فيه على الناس اللي ربنا بيبقى خلقنا بالجينية وبدي اين ايه سليم ما بيبقاش عندنا اي مشاكل خالص بس بسبب سوء التغذية او ان احنا ما بنكلش اكل صحي بدأت الجينية او بدأ الدي اين ايه بتاعنا يبوز فاحنا دايما ده الشغل بتاعنا ما بنشتغلش مثلا على الخمسة في المية التانين اللي هو اصلا مولود ربنا خلقه بجين معين زي مثلا الكانسر او زي ميوتاشن في جين معينة زي دون سندروم وزي حالات التوحد فما ينفعش بالتغذية ان احنا نعالج الحالات دي بس على الاقل بنقدر ان احنا نزبط ان الاعراض ما تظهرش عليهم بصفة دايما طب او اصلا ازاي بيتم تحليل الجينات؟ تمام تحليل الجينات عندنا هو زي ده كده بالظبط ده تحليل الدي ايه تمام بنعمل ايه بيبقى عندنا مسحة المسحة دي زي مسحة كورونا كده بالظبط تمام بناخد عينة اسواب مسحة من الجدار الداخلي للفم سل عليها وبعد كده بنحطها في المحلول ده يعني من الفم؟ او من الفم بالظبط كده بحيث ان ما نلمس الاسنين نفسها عشان ما يحصلش اي ويبقى البيشنت قبلها على الاقل بساعة ويبقى منظف الفم بتاعه او ميبقاش واكل اي حاجة بعد كده بعد ثلاث اسابيع بالظبط النتيجة بتبين وبنقدر بقى نعرف ايه المشاكل الجينية او المشاكل الداخلية والنظام اللي المفروض انت تمشي عليه بيبقى لايف ستايل كامل مش فترة معينة بعد الثلاث اسابيع يعني انا التحليل ده هيطلع لي ايه اللي بيتخني فابعد عنه وايه اللي ممكن اكله متخيلة انه هو بيتخني وهو ما بيتخنيش بالظبط انا فاهمة صح؟ بالظبط لو حضرتك كنت سمعتي الممثلة الجميلة ياسمين صبري لما سألوها في انترفيو قالوا لها انت زي ما حافظة على جمال جسمك قالت لهم عملت في امريكا حاجة اسمها DNA تاست هو ده بيزبط بالظبط وقال لها 60% تاكله سيفود وال40% تانين الفراخ واللحوم وكده فهو ده التحليل اللي هو بيعرفك اصلا انت المفروض اللايف ستايل بتاعك يبقى ماشي ازاي طب الاشخاص اللي بياخدوا فيتامينز ومكملات انت بتشفيها ازاي القصادية؟ للأسف هو الايام دي بقت منتشر موضوع ادوية التخسيص بطريقة مش طبيعية كل صفحات يزبطوا ده وتخسيص ويقولك ده ده يخسس 10 كيلو او 20 كيلو في الشهر طبعا دي مصيبة وفيه ادوية بيرسل مش مصرح بيها اصلا بعدي والناس بتاخدها وبتجرب المشكلة صح المشكلة انه هو ما بيشوفش اصلا ان يعني ايه في حاجة الهية يعني كده ربنا خلق جسمنا انت زي ما زدت في الوزن انت زدت في يوم في اتنين في تلاتة قعدت فترة لحد ما وصلت للزيادة دي طب انت متوقع ان تاخد دوة الدوة ده في خلال شهر هينزلك اللي انت زدته في شهور كتير مستحيل ومن غير مجهود ومن غير نظام ولا نظام غذائي ولا اي تمارين رياضية دي حاجة بالنسبة لحاجة تانية موضوع المالتي فيتامينز ان انا يبقى عندي مشكلة اول حاجة تجيه ليه انا هاخد مالتي فيتامينز طب انت عارف اصلا انت ايه الفيتامين ده اللي ناقص في جسمك لان كلنا عارفين زي ما فيه فيتامينات بتدوب في المية فيه فيتامينات بتدوب في الدهون فما ينفعش ناخد مالتي فيتامينز مع بعضها وفيه معايير معينة بنبقى لازم يعني انت تبقى حاطتها لما تيجي تفكر انك تاخد مكملات او فيتامينات اول حاجة طول ما انت تحت سنة 35 سنة ما لهاش داعي المكملات والفيتامينات ممكن تاخده من الاكل طب انت فوق سنة 35 نبدأ نعمل تحليل نشوف ايه الفيتامين اللي ناقص في جسمنا وناخده بشخصه مش كلها مجموعة كده وخلاص تاني حاجة ان انا قبل ما ااخد الفيتامينز دي لازم اراجع الدكتور الخاص بيا اتأكد اذا كان انا لو انا مثلا حامل او انا مرضع او انا عندي فشل كلوي او انا عندي سيولة في الدم زيادة لازم ابقى انا متأكدة ان الفيتامينز دي مش هتتعارض وبعد كده بنزبط بقى موضوع الاكل بس الاهم بالنسبة لي الاكل هو الاساس المكملات بنسبة 30% فقط الاكل الاساس المكملات 30% هي من اسمها مكملات يعني هي مش الاساس بالنسبة لي الاساس هو الاكل والنظام الغذائي طيب دلوقتي بيقولك انا جسمي ما بيحرقش علشان نقص فيتامين دي هل فيتامين دي بالاهمية القصوى دي ولا دي برضو مش حقيقة لا طبعا فيتامين دي اي خلية في الجسم عشان تتكون محتاجة فيتامين دي من غير فيتامين دي الخلية مش هتتكون اصلا بنلاحظها في حاجة الناس اللي فيتامين دي بتاعهم تحت العشرين مهما عملوا اي نظام غذائي مستحيل مستحيل ينزلوا في الوزن فلازم ان احنا نزبط فيتامين دي طيب جرعة فيتامين دي ازاي بتتاخد كلنا عارفين ان فيتامين دي الجرعة الاساسية في اليوم من الف الالف ومتين واحدة فالناس اللي بتاخد خمس تلاف واحدة حباية واحدة كل يوم دي غلط دي مصيبة كبيرة لانك انت لما بتاخد الخمس تلاف واحدة دي حباية كل يوم انت الجسم اصلا قريدي ما بياخدش الا الالف او الالف ومتين واحدة اللي هو عايزها والباقي خلاص بينطرد برا الجسم طيب لو في زيادة خزينة في الجسم ممكن تعمل لك توكسيستي سمية عشان كده انا بنصح الناس لو جم ياخدوا فيتامين دي ياخدوا حباية كل يوم بس يكون التركيز الف ومتين واحدة ده بالنسبة لي افضل حاجة اه يعني فيه ناس بيجيبوا اللي هو المية الف وحدة بتقعد الشهر دي كبيرة اوي لا انا ما انصحش بيها خالص لان بتقعد تلات شهور تقريبا لا الافضل بالنسبة لي هو انك انت تدي جسمك الاحتياج اليومي فقط لي فانا بالنسبة لي بحب ان انا قدي الالف وحدة كل يوم حبة وحدة انت كده بتدي جسمك الاحتياج الخاص به طيب انا بالجأ له كده على طول اخد فيتامين دال وخلص الموضوع لا فيه عوامل تانية فيه اهم حاجة الناس بتفقدها وما بتقدرش تعملها اشعة الشمس انت لو قعدت في اشعة الشمس من الساعة 6 الصبح لتسعة يعني دي عادة وثقافة مش موجودة عن دي لا خلص الموضوع فيتامين دال زاد من غير ما ناخد اي ادوية او اي مكملات بس ضروري فيتامين دال ده اساسي من غيره لا خلية هتتكون ولا جسمها يحرق ولا الكالسيوم يعني احنا حضرتك لو تلاحظي موضوع الناس اللي بيجلهم خشونة في العدم بطريقة مش طبيعية وياخدوا ادوية كالسيوم كتير عشان نقص كالسيوم والخشونة ما بتتعالجش فميبقاش عارف ان المشكلة في الكالسيوم اللي متخزن جوه العدم فببقى محتاجة فيتامين دال اطلع الكالسيوم من العدم اوديه الدم لانه طول ما هو في العدم طول ما الخشونة دي موجودة فانت بتاخد كالسيوم تزود في الدم واصلا في العدم الكالسيوم لسه موجود طيب الفشل الكلوي بقى ممتشر جدا اليومين دول زي حافظ على الكلة واحميها من ان يحصل لها اي نسبة من الفشل الكلوي طيب زي ما احنا شايفين ان الايام دي بزاد موضوع الفشل الكلوي بسبب ان احنا العادات الغذائية بتاعتنا بدأت ما تبقاش كويسة زي زمان حتى نلاحظ ان الفترة دي موضوع الفشل الكلوي بقى منتشر جدا عن زمان زمان كانت الاكل او الدنيا افضل من كده طيب ازاي ممكن ان احنا نحافظ اول حاجة انك انت تقلل من السكريات والكربوهايدرات وخاصة الكربوهايدرات لانها بتدخل جوه الجسم بتتحول ليجولوكوس زي الرز والمكارونة والعيش والحاجات دي اول ما بتدخل جوه الجسم بتتحول لسكريات هو السكر عندك في الدم فاول حاجة ان احنا على الاقل نهدي من السكريات والكربوهايدرات تاني حاجة ان احنا نحاول نحافظ على السكر التراكمي بتاعنا ما يزيدش عن ستة يعني طول ما احنا تحت الستة طول ما احنا محافظين ان الكلة بتاعتنا ما تتعرضش لأي مشاكل الزيادة فوق الستة بقى ايه يعمل مشكلة للكلة معينا بقى اللي هو بتبقى داخل على بريضة يا بيتك اللي هو يبدأ يدخل على المستوى التاني من السكر سبعة تمانية يبدأ يحس لأ انا لازم ااكل ابدأ احافظ على الكلة لان احنا كلنا عارفين ان الجسم جهاز كله متصل ببعضه حاجة بوزت يعني حاجة احنا قللنا فيها التاني هتبوز على طول تالت حاجة طبعا شرب الماء الكتير ده مهم بالنسبة لي على اقل تلاتة لتر الماء في اليوم عندنا عصاير زي البقدونس والكرفس والكركم مهم جدا جدا بيحافظ على الكلة وبيطهر المصفة بتاعت الكلة نفسها طيب عشان احسن جناتي لازم احسن صحتي طيب فقللنا حضرتك كده يعني قواعد طيب يريت نقدر نطبقها في حاجة انا بسميها البايوهاكينج سيستم يعني ايه بايوهاكينج سيستم يعني اختراق الجسم يعني اول ما الباشنت بيجي العيادة اول حاجة في خطوات كده لازم يمشي عليها عشان يفضل محافظ ان جسم يفضل صحي على طول سواء كان هيكمل او مش هيكمل المهم ان يفضل حياته كلها ماشي بالخطوات دي اول حاجة الصيام المتقطع ان انا على الاقل اسبوع في الشهر اعمله صيام متقطع تمام ولا ان انا اكل كل تلات ساعات في اليوم وده بديل الصيام المتقطع لا ما انا النظام انا بنمشي على انظمة انا ممكن ااخد تلات وجبات ممكن امشي كذا نظام ما بنمشيش على حاجة واحدة بس انا دلوقتي عايز اعمل اختراق للجسم عايز انظف الجسم فلازم اعمله نوع من انواع الصدمة الصدمة ايه ان انا اخد موضوع الصيام المتقطع دي اول حاجة تاني حاجة حاجة اسمها الكولد ووتر بروس ان انا على الاقل انزل يومين في الاسبوع في البنيو مثلا احط تلجي فيه وانزل فيه لمدة من دقاتين لتلات دقايق الرعشة اللي بتحصل دي بتطلع عندنا في الجسم هرمون كده الهرمون بيزود لنا الاتب بيروح للمتوكندرية بيقولها طلعيلي اتي بي كتير زودي لعملية الطاقة الاتب ده دي طاقة بتطلع من الجسم بتزود عملية الحركة واحنا نقدر نقعد في التلج دي احنا نقدر نقعد في التلج دي انا دايما نقول للبشنط ايه استحملني بس يومين قعد لي بس دي انزل عايزة حتة اللي هو دي بالنسبة لي بتطلعلي الاتب كتير ثالت حاجة بالنسبة لي نوم ان انا انا انام نوم مش متقطع من الساعة عشرة للساعة خمسة انام نوم متواصل ننام على الاقل تامن ساعات متواصلين طب اللي بينام تلت ساعات لا ما هو تلت ساعات ما بيخليش الجسم يبني انا عشان اخلي الجسم يبني خلايا ويجدد خلايا وطاقة لازم انام نوم كويس نقاش فيه اي مشاكل عندك يعني نصيحة لنوم انا واحدة بنام تلت ساعات بس هل ضغط الشغل ولا الارخ التفكيري كتير الدماغي شغالي يعني ممكن ادخل في النوم بس ما تعرفيش تمامي لا بدخل في النوم ممكن ننام كويس بس بقلق بتقلقي بقى اللي هو ساعه الاول كنت بقلقها سبعة الوقت بقيت قلقها خمسة تمام فهوانا بنام نتأخر يعني احسبهم الاقيهم يعني لو ربنا كريم يبقوا تلت ساعات طب نعمل حاجة حلوة واول حاجة بقولها الموبايل مايبقاش جنبنا نبقاش في القوضة اصلا نطلعه بره مش موجود نقفل القوضة خالص علينا نضلم الدنيا بيحسن نرفع درجة يعني راسنا تبقى مرفوعة على جسمنا بقى مش كده نفضي راسنا من التفكير نفضيها زي من التفكير دي صعب هي دي بقى اللي في صعب نحاول زي ما نقولك شفتي المديتيشن على فكرة دي حاجات طحفة جدا أنا دايما نقول ان جسمنا ربنا خلقنا جسمنا بسيستيمين سيستيم بناء و سيستيم طوارق ماينفعش الاتنين يشتغلوا مع بعض أنا بفكر وبشوف على حياتي هتمشي زي والدنيا زي هبني منين طيب أنا قدي لنفسي أخد نفس عميق أتنفس أريح دماغي أعرف ان الدنيا دي قصيرة اللي أنا بفكر فيه هيتعمل يعني هيتعمل فخلاص يبقى دي فرصة لجسمي ان هو يبني عشان أقوم أقدر أكمل حياتي بكل سهولة والله يا دكتورة كلامك رائع و جميل حاول إن شاء الله إن شاء الله أفكري في كده وهتلاقي الدنيا زبطت معك أتمنى ذلك إن شاء الله أجرب حاجات كتير من حضرتك قلتيها وسعادتك جدا بيك و شكرا لوقتك و لعلمك و يا رب دمتم بصحة و خير و إلى خير و على خير نشوفكم دايما و دايما الستات على النهار و السبت إن شاء الله يوم جديد و ستات على النهار نشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة